اشتركوا في القناة دخلنا في نظام مقرات التوحيد واحد دخلنا في وحدة جديدة في الدرس السابق من يذكر لنا اسم الوحدة؟ نعم هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين خذنا الدرس الأول وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله معنى الدرس الثاني والثالث لأنها مرتبطة درس الثاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم معناها وحقيقتها الدرس الثالث علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها ان شاء الله كاملة ملخص الدرس السابق ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناها الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتصديق طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من لوازمها أن نعتقد أنه أفضل الأنبياء المنصرين وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم عموم رسالته بلغ البلاغ المبين وجوب اتباع شريعته عليه الصلاة والسلام نبدأ في محبة النبي صلى الله عليه وسلم معناها وحقيقتها وعلاماتها فالكلام سيكون حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل السؤال التالي قبل الدخول في المحبة ما هي هذه الصفحات الكتاب الدروس من 177 إلى 183 نسأل قبل ما نبدأ في هذا الموضوع فنقول هذه أهداف نقول ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من يذكر لنا شيء من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته نعم طاعته عليه الصلاة والسلام محبته صلى الله عليه وسلم تأسي به كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه وتوقيره وتأزيره عليه الصلاة والسلام هذه من حقوق عليه الصلاة والسلام طاعة صلى الله عليه وسلم محبة اتباع سنة كثرة الصلاة والسلام عليه التأسي به دفاعا توقيره ما معنى محبة النبي عليه وسلم أول حق سيكون التركيز على حق واحد وهو محبة عليه الصلاة والسلام محبة عليه الصلاة والسلام ما معنى محبة عليه الصلاة والسلام أن يميل قلب المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلا يتجلى فيه إيثاره عليه الصلاة والسلام على كل محبوب سوى الله تعالى من نفس ووالد وولد والناس أجمعين يقول النبي عليه الصلاة والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الحديث الآخر حتى أكون أحب إليه من نفسه كما في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما قال لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه فقال لا حتى أن تكون من نفسه فقال عمر حتى من نفسه قال الآن وهذه من المحبة الكاملة وذلك لما خصه الله تبارك وتعالى من كريم الخصال وعظيم الشمائل الصفات والخصائص والأخلاق عليه الصلاة والسلام وما أجراه على يديه من صنوف الخير والبركات لأمته الخير والبركة لأمته وممتنى الله على العباد ببعثته ورسالة إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لمحبته صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا فهذا من أعظم أن يمتلئ قلب المسلم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تخالط شغاف قلبه فتدفعه إلى الاقتذاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إثار محبته وإلى الاشتياق إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام كما سنذكر بعد قيل إذن ملخص محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي ميل القلب إليه عليه الصلاة والسلام وإثار طاعته ومحبته على كل محبة على كل محبة إلا محبة الله تبارك وتعالى فتقدم محبة عليه الصلاة والسلام على محبة الولد تقدم محبة عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد تقدم محبة عليه الصلاة والسلام على محبة النفس وعلى جميع الناس هذا معنى المحبة سؤال ما حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة هل هي سنة محبة النبي عليه الصلاة والسلام على درجة محبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتي الدرجة الأولى واجبة فرض بل لا يتحقق إيمان العبد حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام فمن كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه من صفات المنافقين وأنه من الأشياء التي تخرج الإنسان من الملة تخرج الإنسان من الملة فالمؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مستوى من المحبة واجب على كل مسلم لا يقبل من مسلم بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عدم محبتي فهذه الدرجة الأولى محبته فرض وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله وتصديقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته في الواجبة وتلقيه بالمحبة هذا العقيدة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله تلقاها بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير طريقه صلى الله عليه وسلم ثم الاتباع له فيما بلغه عن ربه بفعل الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات فهذا القدر لا بد منه ولا يتحقق إيمان العبد إلا به ولا يتحقق إيمان العبد به إن هذه الدرجة الأولى الواجب محبة عليه الصلاة والسلام الواجبة الدرجة الثانية أكمل وأعلى وأرفع شأنا وهي اتباعه عليه الصلاة والسلام في المستحبات اتباعه عليه الصلاة والسلام في المستحبات والحرص غاية الحرص على اقتداء به عليه الصلاة والسلام فما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثله وهذه الدرجة سنة وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به عليه الصلاة والسلام وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه من الأشياء التي ليست واجبة في شرعنا وإنما هي من الآداب والمستحبات والأخلاق وهذا لا يقتضي التقليل منها بل هي مما يؤجر عليه الإنسان والسابقون السابقون أولئك المقربون ما معنى السابقون السابقون الذي تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالواجبات ثم أتبعها بالسنن والنوافل وحرص عليها وأكثر وأكثر منه ترك المحرمات وترك المكروهات هذه منزلة علية لكن تبقى أن هذا الأمر مستحب وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم والاعتناب معرفة سيرته كثرة القراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام وهذه وصية لنا جميعا يا إخواني أن يحرص الإنسان في كل وقت وفي هذه الأوقات بالذات أن يحرص على كثرة القراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام الاعتناب معرفة سيرته وأيامه وما حصل له من ففيها من الدروس فيها من العبار فيها سبحانه من زيادة الإيمان وزيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من التسري شيء عظيم جدا يحرص الإنسان أن يكون له شيء من القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحسب حاله ووضعه من كان مبتدئ أن يقرأ في بعض الكتب مبتدئ أو من كان وصل إلى درجة يقرأ في المطولات وتعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره تعظيم في القلب والتوقير الإجلال والدفاع ومحبة استماع كلامه إذا سمع حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحرق قلبه يعظم هذا القول ويحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من أعظم ما يتقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى وإثار كلامه صلى الله عليه وسلم على كلام غيره من المخلوقين فهذه من الأشياء المستحبة إذن محبة عليه الصلاة والسلام في الأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجبة وفرض ولا يتحقق إيمان العبد إلا بها وفعل الواجبات والتعظيم والرضى والتسليم له عليه الصلاة والسلام وفي الدرجة الثانية السنة وهي التأسي به عليه الصلاة والاقتداء في الأخلاق والآداب والنوافل وكثرة القراءة في سيرته وتعظيمه وتوقيره ومحبة استماع كلامه وتقديم كلامه على كلام غيره من البشر عند النشاط هذا أذكر أربعة أمثلة لكل درجة من درجات محبة عليه الصلاة والسلام ذكرنا الآن محبة على الدرجتين درجة واجبة ودرجة مستحبة وذكرنا أمثلة على الواجبة وأمثلة على المستحبة يعني مثلا الواجبة فيما بلغ عن ربي فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات وجوب محبة عليه الصلاة والسلام التصديق واليقيب برسالة عليه الصلاة والسلام هذه كلها من الأشياء الواجبة المستحبة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وآدابه ونوافل وتطوعاته طيب لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ما هي دواعي محبته عليه الصلاة والسلام دواعي محبته كثيرة جدا يرتبط الحب في قلب الإنسان بدوافع وبواعث تبعث عليه مهمتها أن تحرك القلب وتدفعه نحو محبوباته وإذا نظرنا إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فسنجد أن البواعث عليها متنوعة ومتعددة وذلك لكثرة ما خصه الله تبارك وتعالى به من أنواع الفضائل ومنها أشياء كثيرة تدفع للمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لو سألنا الآن أبناء للطلاب قلنا ما الذي يدفعه يعني لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام يعني جعل حياته لإنقاذ أمته صلى الله عليه وسلم دعا لأمته كل نبي له دعوته مستجابة تعجلها في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته مستجابة يوم القيامة شفاعة لأمته حرصه عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته هذه كلها أشياء تجعلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الأول أن محبة أن نحب المسلم للرسول عليه الصلاة والسلام هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى امتثال لأمر الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا هو الذي اصطفاه واختاره وفضله وجعله خيرة خلقه وأفضل أنبيائه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الطريق إلى محبة الله جل وعلا من طريقه صلى الله عليه وسلم واتباعه وذلك أن الله اصطفاعوا للناس برسالته وجعله خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة هو أول من تنشق عنه وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع الأمر الآخر كمان رأفته عليه الصلاة والسلام وحرصه على هداية أمته وإيصال كل خير إلى أمته كمان رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته وحرصه على هدايتهم وإنقاذهم من الهلكة حتى كادت أن تذهب نفسه أسفا على قومه أن لا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين وفي الآية نعرفها جميعا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه يعني شديد عليه إذا كان شيء يشق عليكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته وعلى كل ما يكون فيه خير يصل إلى أمته الآن يا أبنائي لو مثلا الإنسان يسير فيه طريق فجاء واحد وحذره من خطر في هذا الطريق ونجى بسبب هذا التحذير كيف يشعر تجاه هذا المحذر وهذا الذي قدم له معروفا أعظم نجاة يا أبنائي هو النجاة من النار فمن زحزح عن نار وأدخل الجنة فقد فاز كيف نصل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بذل حياته وجهده في أن نبتعد عن النار وندخل الجنة ولا يكون ذلك ألا من خلال طريقه ومنهاجه عليه الصلاة والسلام طيب إذا عرفنا دواعي محبة عليه الصلاة والسلام كيف أثر على سلوكنا إذا حرصنا على وش اللي يجعلنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام ما أثر ذلك على سلوك المسلم ممكن تذكر بعض الأشياء يفكر فيها الطالب ويتعاون مع مع وانده أو من يكون قريبا منه حب المسلم من الرسول عليه الصلاة والسلام يحركه في قلبه أمور كثيرة أولا تذكر نريد الآن أن نزيد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبنا نريد أن نزيد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوبنا أولا تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأحواله وسيرته والشمائن ومكانم أخلاقه يقولون النفوس مجبولة على محبة الكمال وكل ما قرأ الإنسان في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجل له صور عظيمة جدا من الكمال البشري في حياته عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ وتعرف على حياة عليه الصلاة والسلام ازداد محبة الله عليه الصلاة والسلام الوقوف على هديه والاشتغال بالسنة قولا وعملا كل ما اشتغل الإنسان قال من أحب شيئا أكثر من ذكره وكل ما اشتغل الإنسان بالسماع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته والقراءة في سيرته كلما ازداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم أحيانا نغفل وتمر علينا أوقات الكثيرة دون أن يمر على الإنسان مثلا حديث من أحاديث النبي عليه أو يتذكر مواقف عليه الصلاة والسلام فكثرة القراءة في أحاديثه وفي سيرته صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا معرفة نعمة الله على عبادي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في النفع الحاصل للعباد من جهته وش النفع الحاصل لنا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام هو إنقاذنا من النار إلى الجنة من الظلمات إلى النور فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منة على الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منة على الخلق والله جل وعلا هو المتفضل بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم بل محبة الرسول تابعة لمحبة الله مثل ما ذكرنا في درس المولاة أن الإسلام يجعل علاقات الإنسان المسلم بغيره مبنية على الأمر الشرعي فنحن نحب الله تبارك وتعالى ونحب ما يحب الله جل وعلا من الأعمال والأفعال والأوصاف ومن الأشخاص وأعظم البشرية كمالا وأعظم من أمر الله بمحبته هو الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نستفيد من هذه الأسباب لزيادة محبة النبي عليه الصلاة والسلام كثرة القراءة ممكن أن نشير إلى قضية وتكمل كثرة القراءة في سيراته عليه الصلاة والسلام كثرة سماع أحاديثه أن الإنسان يرتبط بحياة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما قرأ الإنسان كلما ظهرت له صور من الكمال في حياة عليه الصلاة والسلام وصور من البذل ومن التضحية سبحان الله يشعر بمحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ما علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كل يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام مسلم يتمنى أن يقول له القدر والحظ الأوفر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لو سألت أي واحد هل تحب النبي يقول نعم أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثابتة لكل مسلم نحن نتكلم عن القدر الزائد والكمان من الأشياء تدلنا على أن هذا المدعي محب للنبي صلى الله عليه وسلم واحد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاختداء به والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته واجتناب نواهي والتأدب بأدابه فالمحبة ليست ادعاء ليست مجرد كلام وإنما يتبع هذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والحرص على العمل بسنته صلى الله عليه وسلم هذا علامة وكذلك وضابط يعني من أحب النبي عليه الصلاة والسلام فليتبع سنته لا يسوغ أن يدعي الإنسان محبة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخالف هديه عليه الصلاة والسلام فيبتدع مثلا أو يأتي بشيء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فمحبة عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباع هديه وأن لا يفعل الإنسان شيئا إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا في الشهادة معنا الشهادة وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا يعبد الله بمشارع؟ لا تكون العبادة إلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه أذكر دليلي من القرآن على وجوبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر لنا دليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر الله والآيات اللي فيها طاعة وفيها مجموعة من الآيات ممكن من خلال البحث يجدها الطالب هذا العلامة الأولى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الثانية الاكتاء من ذكره عليه الصلاة والسلام فمن أحب شيئا أكثر من ذكره من أحب شيئا أكثر من ذكره ودوام الذكر سبب لزيادة المحبة في قضية مرتبطة من أحب شيئا أكثر من ذكره فإذا أكثر من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام زادت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود الاكتاء من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما فضل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ما معنى من صلى علي صلاة اللهم صلي على محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم صلى الله عليه بها عشرا الصلاة من الله معنى الثناء على العبد في الملأ الأعلى فنحن ندعو يقول اللهم صلي على محمد يعني اذكره واثني عليه في الملاء الأعلى من فعل هذا فجزاؤه عظيم جدا وهو أن من صلى صلاة واحدة أثنى الله تبارك وتعالى عليه بها عشرا أليس هذا يا أبناء فضل عظيم جدا لا شك والله أنه أعظم من الدنيا وما فيها أن الله تبارك وتعالى يثني عليك فنكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عندنا النشاط هذا وما يتعلق بالمواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لمواطن كثيرة وممكن نذكر واحد منها وأنتو تفكروا في البقية من يذكر لنا مثلا عند ذكره عليه الصلاة والسلام صلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء صلي عشرا في الصباح والمساء بعد أن يستبع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن فإذا يذكر الدعاء ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهذه من المواطن في الصلاة في التشهد وغيرها المواطن كثيرة جدا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث ذكرنا اتباعه وكثرة الصلاة عليه كثرة ذكره الأمر الثالث تمني رؤيته والشوق إلى رقائه صلى الله عليه وسلم لابد يكون في قلوبنا تمني وشوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والإنسان كان يتمنى أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فإن لم يحصل له فإنه يدعو الله تبارك وتعالى أن يكون معه في جنات النهي كما قال النبي عليه إن من أشد أمتي لحب الناس يكونون بعد يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أن الإنسان يبذل أهله وماله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة له كما في الحديث قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لماذا يا رسول؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولئمة المسلمين ما معنى النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم يبذل الجهد في طاعته ونصرته ومعاونته وبدل المال والمسارع إلى محبة عليه الصلاة والسلام وقتدابه تعلم القرآن الناطق في شريعته المداومة على تلاوته هذا تذكر عشرة خصال ممكن أن نتشبه فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم جدا وذكرنا لكم وهذه أسئلة التقويم في الدرس الأول وأسئلة التقويم في الدرس الثاني وهذه صفحاتها نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافع وعملا صالحا وأن يرزقنا حسن التأسي والاقتدابه صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر